في عالم السياسة الأمريكية يمكن لأي تفصيل بسيط أن يصبح سلاحا في المعركة لكن من كان يتخيل أن ضحكة كامالا هاريس ستتحول إلى جبهة قتال وإلى سلاح يستغله قصومه من موسكو إلى واشنطن أصبحت ضحكة كامالا هاريس مادة دسمة للسخرية وهذه التفاصيل هذه السيدة ماريا زخاروفا الصوت الصاخب للكريملين لم تضيع الفرصة لتصفى ضحكة هاريس بأنها تقبض النفس وتثير الكآبة أما فلاديمير بوتين بالتأكيد ما كان ليترك الفرصة دون أن يسجل هدفا ساخرا فقد سبق الناطقة باسم الكريملين وصرح بأنه يدعم هاريس طبعا ساخرا بسبب ضحكتها المعدية في تهكم واضح لم يمر بهدوء على ساحة السياسة الأمريكية ولا على دونالد ترامب الذي عبر عن السيائه وشعوره بالانزعاج وطبعا عبر عن ذلك بطريقته الخاصة أمي ترامب ركز في تفصيلة الابتسامة الرئيس السابق المرشح الجمهوري يصفه خصومه بأنه يجد متعة خاصة في تسمية خصومه بألقاب ساخرة أطلق على هاريس مثلا لقب كمارة ضاحكة ولم يكثفي بالنقب بل راحة ينسج قصة كاملة حول ضحكة هاريس مشيرا إلى أنها ضحكة شخص مجنون وأنها قد تكون مدمرة الإعلام المحسوب على اليمين يدعم رواية ترامب لكن مؤيد هاريس يجدون ضحكتها التي رافقتها منذ بداياتها في كاليفورنيا تعبيرا عن الطاقة الحيوية حب الحياة وإشارة على عفويتها وقدرتها على التواصل الحقيقي مع الناس لكن ترامب لا يكثفي بالضحك أو التهكم فبينما يتهكم من ضحكة هاريس يلعب على وطر القوة الاقتصادية أو بالأحرى يضغط عليها حد التهديد في تجمع حاشد بولاية ويسكنسون الأمريكية ألان ترامب عن خطته لفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على أي دولة تبتعد عن استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية المشهد الانتخابي الأمريكي تحول إلى حروب كلامية أيديولوجية تستغل كل شيء من الضحكات إلى قرارات اقتصادية تصل إلى التهديد سلاحا لإعادة تشكيل صورة الولايات المتحدة أمام العالم هذا العالم الذي تشد أنظاره اليوم لأول مناظرة بين المرشحين ترامب وهاريس في معركتهم الشرسة على منصب الرئيس أهمية هذه المناظرة تكمن في أن فرصة لربع الناخبين الأمريكيين المحتملين الذين يشعرون بحسب استطلاعات الرأي بأنهم لا يعرفون هاريس بشكل كافي فيما يعرفون ترامب كما ستكون أيضا فرصة لكمال هاريس للرد على سخرية ترامب منها واستهانته بقدراتها السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي شكلت السخرية من ضحكة كمال هاريس وتعليق المسؤولين الروس عليها إضافة للمناظرة المنتظرة مواضيع شغلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبدأ مع الناشطة السياسية الماركسية كما تعرف نفسها فيونالالي تكتب توقع لمناظرة ترامب وهاريس سيقوم ترامب بمقاطعة المناظرة لاتهام هاريس بالغباء هاريس والماركسية إضافة إلى الغباء والماركسية هاريس ستضحك ستتهم من جهتها ترامب بالتمييز الجنسي كونه مجرما وسيستمر قتل الفلسطينيين بمباركة الغرب تقول فيونا الكاتب جاي ريبل يعلق هنا على المناظرة ويرى أن هاريس ستحرج نفسها كالمعتاد لن يكون لديها بحسب رأيه أي شيء ذكي لتقولها وستستخدم مضحكتها عندما يطرح سؤال عليها ثم لن تجيب على السؤال أصلا المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايس ووتش كينيث بروث يقول بصفتها مدعي عامة سابقة تحب كامالا هاريس الحديث عن النظام القائم على القواعد في مناظرتها الليلة مع ترامب ينبغي لها التطرق إلى الاستثناء الواضح من هذه القواعد هذه الاستثناء هي جرائم الحرب المنهجية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والدعم غير المشروط إلى حد كبير من واشنطن يقول كينيث ترجمة نانسي قنقر